وصفة مائية وبدون غسل بتطول الشعر بتكسفه وبتعالج الفراغات حاجة كده يا بنات سحرية تطويل تكسيف وتنفع كمان للاطفال حاجة كده بجد مضمونة وحلوة قوي 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 كلها مكونات طبعية المكون اللي حيكون عندنا الاول بس قبل ما نبدأ في الوصفة تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زير الجارس حشان يوصل لكم كل جديد المكون الاول زي ما قلت لكم هو القرنفل القرنفل من ضمن الحاجات يا بنات الجميلة وبتطول الشعر بسرعة المكون التاني اللي حيكون عندنا النهار ده هو ورق اللورة أو الغار أو ورق موسى الأوراق دي جميلة جدا جدا وبيتم استعمالها كمان في الطبخ لكن ناس كتير ما تعرفش ان ورق اللورة من ضمن الحاجات الجميلة جدا جدا للشعر من ناحية التطويل بيكسف لك الشعر البيبي هير حاجة كده يا بنات سبحان الله جميلة جدا 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 حاجيب هنا حوالي مثلا 8 ورقات ولا حاجة طبعا أهم حاجة تكون يا غسلة المكونات بتاعتك عشان ما يكونش فيها أي حشرة أو يكون فيها أي أتربة المكون بقى عندنا النهار ده الثالث وهو إكليل الجبل أو الروزميري المكون ده برضو من ضمن حاجاتك جميلة جدا وفترة اللي فاتت كانت رند انه قد إيه العشبة دي بتطول وبيتكسف الشعر فيعني هيعجبك قوي قوي ونتيجته هتكون يعني بالنسبة لك وهمية فحاجة كده يا بنات حلوة جدا أنصحك بيها جدا جدا هستخدم هنا حوالي معلقتين كبار من إكليل الجبل تمام التلات مكونات دولة تقدروا تجيبوهم من عند العطار يعني سعرهم مرخيص جدا مش غالين خالص وأفضل حاجة فيهم إنهم حاجة طبيعية يعني لو ما نفعوكيش مش هيدروكي وطبعا يستحيل إنهم ما نفعوكيش فحاجة جميلة جدا جدا للشعر زي ما أنتوا شايفين الكمال قدامكم دي هي اللي أنا هستعملها النهار ده هتبدأ إن أنت تجيبي طبقة أو حلة عشان نبدأ إن إحنا نغلي فيهم مثلا المكونات دي تمام المكونات دي هي الكمية دي لأنا هستخدمها قدامكم جبت حلة صغيرة أو كسرلة صغيرة حطت فيها كباية من المية تمام وأحط فيها المكونات بتاعتي كلها اللي قدامكم دي وأسيبها تغلي على نار هدية لمدة 5 دقائل وبعدين أقفل عليها وغطي على المية مهم جدا جدا يا بنات فكرة إن إنتوا تغطوا على المية دي عشان الهوى أو البخار اللي بيطلع من الوصفة دي وهي بتغلي هي دي بتكون زيوت الطيارة هي دي الإفادة للشعر يعني هي دي الإفادة نفسها أصلا اللي إحنا بنبقى عايزينها أهوى حطيت الأورنفل وبعدين حنزت بباقي المكونات أنا المكونات ده يا بنات بصوا بعشقه فاضل بس وار اللاور أهو أحطه وبقيت أستخدمه في كل الوصفات بتاعتي حتى الحاجات التونر بتاع الشعر بس وكده بحب أستخدم قوي قوي المسك دي عليه أو العشبة دي عليه هبدأ أن أنا أحطه على النار خمس دقائق عيبانات بالضبط وبتشيريه من على النار بتاعتك الوصفة دي يا بنات برشها على شعري كل يوم وسبحان الله النتيجة حاجة كده يا بنات بجد وهمية جدا وحلوة جدا جدا وسريعة كمان فنتائجها مضمونة وتقدر أن أنت دايما تقرريها وتعمليها هتجيب معاك نتيجة ومش هتبقى وحشة نهائي يعني حاجة كده بصراحة يا بنات ما شاء الله وهمية جدا أهم حاجة بس في الموضوع ده كله إن أنتوا تستمروا عليها وما تستخدموش مثلا على شعركو أي مكوى أي حرارة الحاجات دي كلها بتأثر قوي على الشعر هنا طبعا لون الوصفة بتاعتي بعد ما غلتها ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده لونها حلو حبد أن أنا أصفيها لونها فيه كل المكونات بتاعتنا يعني كل الفوائد نزلت في المياه العشبة نفسها خلاص ما بقاش ليها قيمة لأن الحاجة بتاعت الأعشاب كلها بقت في المياه أهو بصي شايفين لونها بقى حاجة كده جميلة قوي ما شاء الله الحبة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي هتقعد معاكي مثلا أربع تيام مرة الصبح ومرة بالليل ترشيها على فروة الشعر وترشيها على أطرف بصراحة لو عايزين ترشوها على فروة الراس بس تمام لو عايزين ترشوها على أطرف زي ما أنا بعمل برحتكم لكن بصراحة بحس إن فيه ناس بتقول مثلا إن الأعشاب لما بترشيها الشعر لو خصوصا شعر هيش أو ناشف بيناشف الشعر فممكن أنت ترشي على شعرك وبعدين تحطي زيز تصفيف ده بالنسبة للأطرف أما بالنسبة للشعر نفسه من فوق الليالة الفروة لأ إنتي مش هتبقى محتاجة أن إنتي يعني تخسلي شعر كوي كده لأ مش هتحتاج أن إنتي تخسلي شعر فهتبقى بصراحة الوصفة ممتازة جدا جدا لك أما بالنسبة للفروة زي ما أنا قلت لكم مش هتبقى محتاجة أن إنتي تخسلي شعر أو تحطيه عليه ده عليه زيت أو تدهني تدهني عليه أي حاجة لأ مش هتبقى محتاجة بترشيها على فروة الراس مع التدليق لمدة 5 دقائق الطريقة دي حلوة جدا جدا وفعالة وكمان فعالة للشعر الصلع والصلع المبكر والصلع الوراسي بصراحة يا بنات حاجة كده ما شاء الله منتازة جدا 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 وهتجيب معاك يعني من الآخر فأنصحكم بيه جدا استعملوا كتير وكرروا النتيجة دي أو كرروا الوصفة دي كذا مرة بصراحة هتحبوها جدا زي ما أنا حبيتها وحسيت إن شعري بقى محتاجها ومحتاج اللي هو إيه يعني كل يوم أعملها بحيث إن شعري ما شاء الله حيوي كده وناعم ويعني بحيث إنه هو بيدي لفوليوم حلو قوي قوي للشعر طب صراحة نصحكم بيه البنات اللي هي الصغيرة كمان اللي بتحبش تحط حاجة على شعرها أو بتحب تحط حاجة فالوصفة دي بجد بجد بصيرة جدا 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 لها وحتجيب زي ما قلتلك يعني هتجيب من الآخر معاك فاستعمليها وما تنسيش بقى أن انت تدعيلي وما تنسيش تعملي لايك بقى واشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس هنتظركوا تعملوا لي كومنتات بالوصفة اللي انتو محتاجينها المرة الجاية وانا طبعا عناية لكم وهملكوا كل انتو عايزينوا فالحاجة اللي انتو محتاجينها اكتبوا لي في الكومنتات وانا هجبها لكم إن شاء الله أو هعملها لكم إن شاء الله وانزلها إن شاء الله الوصفة القادمة في القناة بس كده تمنى تكون الوصفة عجبتكم ومع السلام اشتركوا في القناة